الموضوع حقيقي لا شك أنه مهم وأصبح حديث الساعة في هذه الأيام طبعا الحركة الدستورية الإسلامية كانت إحدى مكونات وأطياف هذا التحرك العريض الذي تم بعد التفرد بقرار قانون الانتخابات ومحاولة زحف السلطة التنفيذية والتفرد بهذا القرار على حساب سلطة أخرى دعني أبين وحرر قضية حتى تكون واضحة المبدأ هو أننا ضد تحركنا ولازلنا ضد التفرد في قرار السلطة التنفيذية وفي المبدأ نفسه في مبدأ الزحف على سلطة أخرى وإيجاد قانون مثل هذا القانون المجحف انتخابي حقيقة قانون الصوت الواحد قانون الصوت الواحد والسعي جدا طبعا رح أقول لك ليش مجحف قليلا شوي والسعي بكل جهد لتغيير هذا الوضع الوضع الذي الحقيقي غير جيد وسيء إن صح التعبير فالمبدأ هو تغيير هذا الوضع فتغيير هذا الوضع له عدة وسائل مجموعة وسائل كان من أبرزها في ذلك الوقت هو وسيلة المعارضة أو آلية المعارضة أو موقف المقاطعة آلية المقاطعة وموقف المقاطعة فهو موقف صح التعبير لتغيير قضية بست المجتمع ومست الشار الكويتي ومست الدستور بحد ذاته وكان الخيار الأول هي المعارضة المقاطعة هي وسيلة وموقف تم التعامل معها وكاننا حقيقة احنا طيف من ضمن أطياف المجتمع الكريم الفاضل وكان هناك قوة وطنية لا شك في ذلك ورموز وشباب ورساء تحركوا ضد هذا المبدأ وأيدوا وتحركوا مع المقاطعة وكان مقاطعة لها صدى وأدت نتائجها وكان هناك ارتفاع كبير جماهيري شعبي مع هذا الموضوع ما الذي تغير؟ لا مو قضية ما تغير المقاطعة هي موقف تخذ في ذلك الوقت وأدى نتائجها بيّن هذا القرار نتائج المقاطعة؟ نعم شال النتائج المقاطعة؟ المقاطعة بيّنت للعالم قصد للأمة المجتمع الكويتي أن السبب الرئيسي قضية تعطيل التنمية والمؤزمين والتأزيم هو عرقلة عجلة التنمية وإيجاد وضع العصر في الدولار هذا كلها ترهات حقيقة وإرسالي